وزع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبل خليل سندات الوجبة الأولى لمائة واربع وخمسين قطعة أرض سكنية لذوي الشهداء في قضاء بلد بحضور النائب الفني للمحافظ عمار حكمة البلداوي وثمن المحافظ تضحيات الشهداء وأسرهم التي أفشلت أخطر مخاطط إرهابي يستهدف العراق وأخوة شعبه مؤكدا أن هذه التضحيات رسمت مستقبلا آخر في العيش الآمن والسلم الأهلية وأن هناك وجبات أخرى قيد الإنجازة فيما ثمنت الأسر حرص المحافظة على تلبية احتياجاتهم واستحقاقاتهم ضمن مسؤوليته المباشرة ترجمة نانسي قنقر